محمد الشيخ الغزواني صباح أمس بجامع ابن عباس في نواكشوت صلاة الجنازة على الرئيس السابق المغفور له بإذن الله تعالى سيد محمد الشيخ عبداللهي الذي وافاه الأجر المحتوم ليلة البارحة إذ رواكة صحية حضر صلاة الجنازة معالي الوزير الأول السيد محمد والبلال والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقدت أركان القوات المسلحة وقوات الأمن وشخصيات سامية في الدولة وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت صباح أمس الحدادة لمدة ثلاثة أيام على عموم التراب الوطني تميزت حياة الرئيس الراحل سيد محمد الشيخ عبداللهي بمحطات مضيئة حيث ولد في البراكنا ضمن محيط اشتهر بالعلم والتربية وبعد الدراسة تولى حقائب وزارية ثم موظفا في مؤسسات دولية وفي العام 2007 تولى رئاسة الجمهورية بعد انتخابات مفصلية ليتنازل عن السلطة فيما بعد متمنيا للجميع الخير المزيد من التفاصيل عن حياة الرئيس الراحل في تقرير التأبيني مع سعيد الحبيب وذقوا بأنني سأخرج كما دخلت سليم القلب لا أضمر حقدا لأي موريتاني وأتمنى للجميع كل الخير وفعلها الرئيس فغادر بعد ثمانين حجة ليترك خلفه مراسم حزن وأيام حداده على بعد أيام قليلة من أفراح الاستقلال ذلك الحدث الوطني الذي شارك آخر مرة في فعالياته بأكجوجت حضور بعد غياب نسبي عن المشهد السياسي آثر فيه المحراب والسبحة بينما كانت الأحداث والتطورات تتفاعل من حوله وفي بلده كان يرقبها بعين المتطلع إلى الاستقرار والإخاء والتنمية في بلاده ولد سيد والشيخ عبدالله نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي بولاة البرعكنا وعلى غرار بني جلدته أخذ من التعليم المحضرية على مدد العقيدة الأشعرية وتصوف زنيد السالك نصيبا ومن المدرسة النظامية نصيبا ثم نال ديبلومان في الاقتصاد من جامعة جرانوبل الفرنسية ليعود إلى الوطن متقلبا في عدد من المناصب الحكومية منها الاقتصاد والتجهيز والطاقة والصيد ثم خرج من العمل الحكومي ضمن تجربة عمل دولي خارج البلاد كمستشار للصدوق الكويتي للتنمية ومع التحولات السياسية التي عرفتها البلاد ما بعد 2005 اقترب الرئيس الراحل من المشهد السياسي الوطني معلنا ترشحه للانتخابات الرئاسية يوليو 2006 وهي الانتخابات التي شهدت تنافسا محموما وصراعا بين البرامج استخدمت فيه المناورات التلفزيونية لأول مرة في بلادنا لاستمالة الناخبين في شوط ذان أمام مرشحين قويين فاز سيديو للشيخ عبدالله بأكثر من 52% ونصب في حفل بهيج بنواك شوط وخلال الفترة التي قضاها في رئاسة البلاد حاول الرئيس الراحل إشاع تجو من الممارسة السياسية القائمة على ترشيد الخلاف وعقلنة التعاطي مع الاختلاف بروح مرنة زاهدا في الكثير من المزايا ومغلبا مصلحة البلاد على المصالح الأخرى وعندما كان لابد من التنازل تنازل متصاعدا حبه في الناس وتاركا فيهم من قيم الإيثار والنبل والإخلاص والتضحية ما يمكنهم من كتابة صفحات أخرى تجعل البلاد في مأمن من أي نكبات رحم الله الرئيس الراحل سيديو للشيخ عبدالله وأسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون وإنا وإنا